السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقاتنا اليوم عن ببغاء الكويكر ببغاء الكويكر في بعض الدول الغربية يطلق عليه اسم اخر وهو الببغاء المهرج قد حصل على هذا اللقب بسبب شخصيته المريحة الكوميدية حيث انه يقوم بحركات نشيطة تجعلك تضحق يصنف من بين الببغوات من متوسطة الحجم بدأ الطلب يزداد على هذا النوع من الببغوات بسبب حبه ونشاطه الكبير يمتاز الببغاء الراهب الكثير من الميزات يمتاز بشخصية فريدة ومرحة صوته غير مرتفع وغير مزعج لديه طاقة كبيرة ونشاط يستطيع العيش لفترات طويلة تصل الى 35 سنة يمتاز بألوانه الخاصة والتي تميزه عن باقي الأنواع الببغاء الراهب من الأنواع الاجتماعية يتعود بسرعة على مربيه يستطيع تقوية الرابط مربيه والتهرف عليه يتأقلم مع المناطق الحارة والجافة وكذلك في المناطق الباردة ومن مشاكله انه لا يحب ان يظل وحيدا لوقت طويل وقد يصدر اصوات عالي احيانا اذا كنت باهماله ليس من السهل التعامل معه ببغاء الكويكر الاصلي هو من اللون الاخضر لا غير لا يوجد منه ألوان أخرى لكن حاليا أصبح يتوفر بألوان أخرى كالالبينو واللاتينو وباللون الأزرق والأصفر وكذلك الرمادي والسماوي بالنسبة لطعام ببغاء الراهب لا يختلف عن الأنواع الأخرى فهو كذلك يأكل الحبوب والدخن والشوفان والفواكي المجففة وكذلك الفواكي والخضار الطازع يعرف ببغاء الكويكر من بين الأنواع الجيدة في تعلم نطق الكلمات يستطيع تعلم بعض الكلمات ويتكلم بعض الجمل القصيرة المكونة من ثلاثة أو أربع كلمات تدريب ببغاء الكويكر يتطلب صبر وخبرة في التعامل مع الببغوات يمكن لببغاء الكويكر تعلم نطق الكلمات وتذلك القيام ببعض الحركات أفضل عمر لتبدأ في تدريب ببغاء الكويكر هو عند فطامه وبعد الاعتماد على نفسه بشكل بسيط الببغاء للراهب هو واحد من الببغوات الصعبة في تحديد الجنس مثل الببغاء الكاسكو والمكاو أفضل طريقة لمعرفة الزكر والأنسة هو عن طريق أخذهم للبيطر ليكون بفحص الحمض النووي للطيور بعد فحصه يحدد لك الأنسة والزكر ثم يعطيك أوراق تبين من الزكر من الأنسة والتي ستفيدك أيضا في حال كنت تريد بيعهم يصبح ببغاء الكويكر جاهزا للتكاثر بعد ثلاث سنوات تقريبا بعد عملية التزاوج وتضع الأنسة من 2 إلى 7 بيضات تقريبا ثم بعد ذلك يفقص البيض بمدة قد تصل إلى 24 يوم تقريبا يساعد الأب في تغذية الفروق الصغيرة لتصبح جاهزا لمخادرات العش بعد 7 أسابيع تقريبا لتبدأ في تعلم الأكل والاعتماد على نفسها أما بالنسبة إذا كنت تنوي إنتاج بالبغاء الكويكر يجب أن تكون تمتلك الشروط المناسبة لإنتاجه أن يكون قفص بحجم كبير ومناسب للإنتاج بأبعاد لا تقل عن 1.5 متر ارتفاع وصفر فاصل 5 متر عرض كما يجب أن يكون طوله متر كما يجب أن يكون المكان الذي تضع فيه القفص مناسب أي غير مظلم يتوفر على تهوية الشمس وكذلك بعيد عن البشر والحيوانات الأخرى كالقطط والكلاب وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة